إذن الثقافة والفن ثروة هائلة طائلة في مصر لكنها مبددة ومجهضة ويبدو أيضا أنه الدولة المصرية منذ زمن مش ملتفتة لهذه الثروة اللي في إيديها واللي تملكها بقوة شديدة للغاية وإنها تقدر تخلي الثروة دي ثروة اقتصادية حقيقية تدر أكتر من أي دخل من الدخول للدولة معتقدة إنها بتعمل مشروعات عملاقة عشان تجيب مليارات من الصادرات يعني أو مليارات للبلد داخل عملة صعبة وأيوه صحيح المشروعات العملاقة يمكن أن تنتج هذا ممكن أن تقدم عائدا للبلاد بمليارات لكن الحقيقة أكتر منها الثقافة والفن وأسهل منها وأسرع منها يعني الثقافة والفن قادر لما تخطط لهم وتبنيلهم في مجتمعنا المصري برؤية استراتيجية حقيقية استراتيجية علية للثقافة والفن المصري هيعمل لك باللغة اللي ما يحتاجه وزير المالية تعظيم موارد هيحول لك بكلام أرقام وموازنة وميزانية أرقام قد تتحول إلى إنها تبقى بالتأكيد يعني ونت مغمض أكتر من عائد قناة السويس وباليقين ممكن يوصل لعائد المصريين من الخارج تصور يعني المصريين من خارج بيجيبوا حالة 28 مليار دولار سنويا لمصر قناة السويس يمكن في الفترة كورونا إلا ما في المحصلة إحنا بديكلم على أرقام الخمسة أو السبعة مليار طبعا إنتاج الثقافي وتصدير فنون وثقافة يقدر يجيب لمصر أكتر من كده لكن إزاي إزاي ده ما محتاج إن إحنا نشوف تجارب غيرنا على الأقل اللي هم ربما ليملكوا ما ندعي ونزعمه إحنا طول الوقت عن حق إن إحنا نملك القوى النعمة صح عملنا إيه بالقوى النعمة بتاعتنا ما ترجمناها إزاي أولا عملنا فيها إيه دي قصة كبيرة لكن كمان ترجمناها إزاي لأنه لما بشوف مسلسل كوري بيتعرض في النتفلكس ويبقى اللي هو لعبة الحبار يعني سكويت جيم وهو الأعلى مشاهدة في تسعين دولة في العالم لما ترى كمية التقارير بما فيهم تقرير فوري الأفيرز عن العمل ده تكتشف حاجة يعني إنه المسلسل ده هو واحد من نتائج استراتيجية عملتها الحكومة الكورية أو كوريا الجانوبية من عشرين سنة أدت إلى صناعة الترفيه وصناعة الفن والموسيقى والسينما والكورية كوريا دي من البلاد الصناعية الأولى في العالم من عشرين دولة في العالم من التصدير وفي الصناعات وكوريا الجانوبية دي يعني المفارقة الشديدة يعني إن إحنا مع الستينيات سنة عشرين وستين كانت الموازنة بتاعتها اثنين مليار دولار وإحنا الموازنة بتاعتها كانت اثنين مليار برضو بعد يعني أربعين سنة بقت كوريا الجانوبية متين اثنين وستين مليار رأي بيها يعني ومصر فضلت هشة ضعيفة وكوريا الجانوبية صعدت هذا الصعود لما شوف أدرس كوريا الجانوبية عملت مشروع ثقافي يعني إن هذا المسلسل ليس سوى أحدث تصدير ثقافي من كوريا الجانوبية يكتاح العالم خد بالك إنه فيلم طفاليات ده كان لسه كسبان أوسكار وكسبان فيلم الكوري برض فيلم العظيم ده كان كسبان كان إيه اللي حصل كوريا عملت إيه عملت خط التطوير ودعم صناعة الموجة الكورية سموها الموجة الكورية هدفها زيادة قيمة الصناعة الثقافية في كوريا الجنوبية واشتغلت على إنه تصدير السلع الثقافية الكورية يزيد عن تصدير تعرفين كوريا بتصدر تكنولوجيا الموصلات وتكنولوجيا الشريح المحمول الشريح الأجهزة الكمبيوتر كل ده بتصدر بيه سنويا 280 مليار دولار 280 مليار دولار مش بتصدير مش بتصدير يعني ده لتصديرها التكنولوجيا ده فها قررت في الخطة إنه تصدير الثقافة يبقى أكتر خلال سنتين نقدر نوصل إلى 290 مليار دولار منتج ثقافي مصدر من كوريا موسيقى أفلام رسوم متحركة جيمز ألعاب يعني شخصيات نجحوا نجحوا ميزانية الصناعة الثقافية اللي كانت 14 مليار دولار سنة 98 في كوريا الجنوبية بعدها لما قرروا يبدأوا خلوها 84 مليون مليون دولار وانطلقت الصناعة إلى الحد اللي قدر تقول إنه رئيس الجمهورية سنة 2003 الرئيس روه موهوين اللي تقول للناس في 2003 أطلق عبارة اسمها كوريا الإبداعية مش الرئيس جاءت رئيس صغيره إنها باراكون هي هل طفشة الاستراتيجية هل وقفتها لا هل استراتيجية الإثراء الثقافي وأصبح إذا كنا منسأل إذا كانت الدول الصناعية الكبرى شايف أن الصناعة الثقافية وهي كوريا بقى بتصدر لك بتصنع سيارات وتصنع مركبات وتصنع كمبيوترات كوريا لا مش مكتافية بداه وشافت إنه ده كل ممكن نعمل زيادة أقوى أهم أعظم اللي هو الصدرات الثقافية صناعة ثقافية فن أفلام وسلسلات دراما العب جمزة وعمل وعمل 290 كام 190 مليار دولار ودلوقتي هي لما تشوف كوريا الجنوبية في كل استطلاعات الرأي في بالنسبة للصورة الإيجابية عن الثقافة الكورية عايز أقول لك أن مسلسل لعبة الحبار زود نسبة الرغبة في تعلم اللغة الكورية نفسها ففي خطة في استراتيجية هذه نقطة من نقاط كثيرة أريد أن أعددها وأشرحها وأكدها وأكررها دائما عن أن الثقافة صناعة ثقيلة جدا يمكن أن تأتي لمصر بأموال ودخول ومصادر دخل من العملات الصعبة أكتر من قناة السويس وأكتر من البترول لكن هي محتاجة كيف نفهم أنها صناعة مهمة جدا ومربحة جدا ومؤثرة جدا دعك حتى من الجانب المواجهة الإرهاب أو بناء الوعي أو حتى على مستوى الصناعة إنما طول ما إحنا متصورين إن المسلسلات والأفلام دي والأغاني ودي حاجة كده يعني إحنا قدام تحديات جبارة حوالينا في المنطقة سوف نشرحها كثيرا وإلحاحا يعني لأننا نريد بالفعل أن تتحول الثقافة المصرية إلى صناعة صقيلة خلينا النهاردة نتناقش مع واحد من المثقفين من مصر الكبار أستاذ حمد أبو جليل فيما يخص كنز عندنا كنز حقيقي لكنه مهضر مهضر إلى حد اللي مفروض نحاسب على إهضاره وعلى إهماله ما هو هذا الكنز؟ تعالوا لخريطة الكنز مع أستاذ حمد أبو جليل مع هذا الفصل